عايز ابدأ محقاك كابتن سيد ما شاء الله انت ديك يعني باع كبير في كتاعة الناشين بنادل اسماعيلي يعني كان اقرب موسم من سنتين اه من سنتين ما شاء الله كابتن سيد عمل بصمة كبيرة خاصة في جيل تسعة وتسعين تسعة وتسعين تخدت البطولة وقتها من اقوى فريتين كان الاهلي وامبي وامبي اه وكمان طلعت لعبة مميزة للفريل اول بتلعب دلوقتي مع الفريل اول هي نتاج كتاعة الناشين بتاع الكابتن سيد بازوك بس بيحرقوهم دلوقتي لان اللعيبة الموجودين عاوزين اي حد يشيلهم انما اللعيبة اللي لصة طالين هم اللي بيشيل الموجودين لان اختارات كانت غلط في التعقدات مع اللعيبة جابوا زوفة لعيبة واللعيبة فيه الناس اللي هتصلوا انها تلبس شيرت بتاعنا دل اسماعيلي يعني انت كنت تتمنى ان ولادك موليد تسعة وتسعين يحطوا في الظروف افضل في الظروف احسن ومش عاوز الجمهير تحكم عليهم من دلوقتي وحكم عليهم ربنا كرمنا السنة جاي حكم على اللعيبة دول هعملوا ايه انت مام ايه ماشاء الله حازم مرسي محمود البدري محمود عبدالله محمد عبدالسميع محمود بيومي محمد عمار الظروف دي كلها اسماء لعبة مع الاسماعيلي ودي في ناس موليد الفين لغير النادي مدي تمن اعارات لانديها تاني سبعة وتسعين المفروضة بموجودوا في النادي يلعبوا في النادي وفي ناس موجودة اقسامة من الناس سبعة وتسعين موجودين في النادي المقيدين ما بيلعبوش لو لعبوا احسن من اللي بيلعبوه تمام في ظل الاركام اللي احنا بنسمعها في الكرة دلوقتي في فري الأول وفي التعاقدات في الدورة الممتازة ليه ما بقاش الاهتمام كبير يعني مش هقول باللي اسماعيلي بس بالانديها الاخرى كمان بقطاعات النشئين انك انت النهاردة يوم ما تتزنق تبص على قطاع النشئين بتاعك تطلع مدافع تطلع نص ملعب وهيبقى ابنك وبيبقى لاش كمان ما هو طالما بص انت قولت احسن حاجة طالما السمسرة دخلوا الانديها هم اللي بيختاروا اللاعبين وكل سمسار بحب يختار يعني الاسماعيلي كان مليان سمسرة 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 وكانوا مؤثرين وهم اللي جابوا اللاعبة اللي موجودين دلوقتي فهم كتروا اللاعبة دي فيه لعبة جمعة الورق وملعبوش يعني فيه لعبة عندنا جمعة الورق وملعبوش فانت بتعمل حلال وتجديد بتمشي احسن لعبة عندك وتجيب اسوأ لعبة انت بتجبه دي عشان العمولات دي عشان العمولات فهم اللي بوازوا النادي هم اللي بوازوا النادي طب ليه الكشفين ما بيقوش موجودين زي زمان كان زمان تشوف الكشفين ينزلوا الصعيد وينزلوا وجه بحر ووجه قبل يعني انت قلت حاجة كويس يعني انت لما بتحت عخدات وتنين سمسرة موجودين وانت بتقول ان انا اخد بطولة وبعدين يأثروا على رئيس النادي يقول لك انا عاوزك تبقى مستشار فقالتو لا انا بشكرك ان لبسهم الجلبية غريم الجمعة راح اصلي بيها اصم مستشار بتلبس جلبية فقالتو انا بشكرك انا ما لا فاتخال انت لما السمسرة يأثروا على رئيس النادي انه مشيك وانت عامل عمل له حاجة كويسة عمل له حالة كويسة حالة كويسة انت قوي مع الحكام انت قوي مع الاتحاد انت قوي مع الاندية يعني انت بتروح الاندية تقول لهم او فيه اولا الامور جايين يقول لك كاب سيد النادي مفتوح اي حد يقول مسمع عليها النادي مفتوح فانت ضيح تقول لده لانه السمسرة اللعبوا فدنك وخلوك تعمل كده ومشيت انت ده للأسف جديد مشيه لعبة كويسية ده انت عندك 2003 كان هما دول مستعبال النادي انت مشيت فيهم ناس كتار مشيت فيهم احسن ثلاثة او احسن اربعة وجبت ناس مايلعبوش 99 كنت انت بكسر بهم الدنيا الرابع ولا الخامس 2001 في الطراوة انت عندك ثلاث فرق بالعبو على النزول الناشئين عمرها ما حصلت في تاريخ نادي الاسماعيلي غير الايام دي طبعا هو اللي كان دايما ميز نادي الاسماعيلي انه عنده قطاع ناشئين ودي بتخليك قومي نافس في كل المسابقات المدربين الموجودين انت بتظلمهم اه يعني انا كنت عامل كابتو اسامة كنت عامل حاجة كويسة انا كنت عامل عشع المدربين من ولاد النادي لعبة في النادي هما مستقبة للنادي للفري الاول بعد كده بعد كده هما مستقبة للنادي هما دول مستقبة للنادي زي انت عندك كان حمص بكلمني اول انبارح قلتوا لهم لازم تنسك فرقة صغيرة لازم تبقى مدرب وتبقى لانك انت وحسن عبد الرب انتو مستقبة للنادي في التدريب لانه خلاص النادي حرق المدربين ولاد النادي تحرقوا خلاص دا بتشيل داو تجيب دايو وتمشي داو تجيبوا ثاني وتمشي فدول اتحرقه دول مستعبة للنادي جنب المدربين اللي احنا طلعناهم خلوهم لما انا مشيت خلوهم مساعدين يعني انت من فوق كده بتنزلوا كده الو يتكلموني اه نمشي اه تمشي ده نادي الاسماعيلي بيتكو طبعا اه ده نادي الاسماعيلي تمشيش عن حد لانه الوضع السيء عمره ما بيوصل كتير يعني بيجي له وقت ويمشي